موسيقى 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 وقوش اللcentric موسيقى يا إهد 음악 أنا شمتك هنا في كل شيء في إغاثة هنا أو لا؟ لا في عمان عمان أجتمع في فندر جنبا بندن؟ جنبا 2014 و 2014 بسم الله بسم الله بضبع حال نبدأ نبدأ بسم الله بسم الله بسم الله نحن 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 شكرا للمشاهدة 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 هم دول اللي بدفعهم رتبتنا هم دول اللي بيأكلوا عيالنا هم دول اللي ربنا عملهم مصدر للرزق دي نحن فحذاري أن نعلو عليهم أو نستعلي عليهم أو نهمل طلبات صاحب المال مش طلبات فقير عمره مكان يستجدي ماله في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم حقوق الزكاة حق فرضوا ربنا عطار عشان نعطيه ونحن يتعمون الطعام على حبيه على حبيه مسكينا ويأتيما وأسيرا حتى الأسير لو كان بحربك قبل كده كان عدوك عزاري أنك تعمل مع عملة سيئة هو تحت إمرتك فما كناش بنحلم أنه نحن نيجي نلاقي أرتغرل وبمسي أرتغرل وبمسي وحليمة ها من تاني ها؟ تورغوت تورغوت أو تورغوت الحمد لله هنا في الربطة وأنا طبعا صعيق جدا ومش عايز الوقت يمشي عايز الوقت يوقف عشان ربنا يخلينا نعب معاكم طول الوقت عايز تكون لأنك حسك لك أن أنا جيت ودخلت حارة من حواري الجنة أو شارع من شوارع الجنة أو مزرع من مزارع الجنة أو جنة من جئنان الجنة لأن اللي يخدم الفقراء هو يعيش في جنة اللي يخدم المساكين هو يعيش في جنة اللي يخدم الأيتام والأرامل هو يعيش في جنة فأنا دخلت الجنة النهار فأنتم يعني حفاظ أو المحافظين على أبواب الجنة وسمحتولي أن أنا أدخل الجنة التي زرعتموها أحب الفقراء لكم أحب المساكين لكم أحب الأيتام والأرامل لكم حزاري أنكم كنت الشباب صغرين زي الفل كده تخلوا الأمكانيات عقبة طريقكم العقبة الوحيدة في طريقكم هي همتكم هي نيتكم هي قدرتكم على العمل المال بدأنا بلا شيء بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا مغير محد يعرفنا أنا طلبة في الجامعة بنيدلس دكتوراه الطالب الثاني موجود عندكم هنا في الأردن وشاب بنا يديره الصحة العراقي من أصل فلسطين موجود هنا كان يهدرس الدكتوراه في الكيميا كان يهدرس الدكتوراه في الطب ولا على مخنة اسمك إيه يا حليمة لميس لميس لانت بتاعت الشعر ده وبدأت لميسه بإيه مدقول بحسنيها ولا مش عارفين ستقول لك أنت اللي هو السيف جاردنج وانت اسمك إيه قريب قريب على القاعب بين الباني والعنو وانت اسمك إيه نيبال 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 يعني أي بقى يهاز لا خطر علينا وانت غلاب كناش نحلم أبدا نكون أو أوعى نتكلم عن التحديات ولا شخصيات مرموقة ولا جماعات ولا أي شيء أنت صاحب الأمر بعد الله سبحانه وتعالى وممكن تعمل معجزات ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى لما علم آدم من أسماء كلها حط في مخه كل أسماء العلوم والمعارف والخبرات التي يحتاجها أبناء آدم لبناء حياة كريمة لأبناء البشرية والنسل فانت انت في دخلك لأرتغر كل هذه الإمكانيات كل هذه الملكات وكل هذه الإبداعات وكل هذه العلوم لو بذلت المجهود ستكتشفها ستصبح مخترعة للناس من التكلم في العربية عن رجل مبدع رحمة الله عليه من باكستان اسمه عبد السطار إيدي ليس متعلم بيع أرزائي على البيوت لكن هو لما هو أمه الله رحمة الله عليها هو مات الله رحمة الله كمان لما أمه رحمة الله عليها مات حتى لم يكن فيها عربية إسعاف قرر في ساعة 51 يعني حوالي من 72 سنة أن يعمل جمعية أصبحت الجمعية دي هي أكبر جمعية في باكستان لها مئات العربات الإسعاف وتائرات وعشرات الألوف ما بين موظفين وما بين مستوعين وهو غير متعلم صح؟ لا تتعلم وهو ليس يتعلم بالجمعة وعندوش فلوس عبدالسطار إيدي أنا أكلمكم أو بالعرض يكتبوا إيدي لكن الباكستانيين لم يقاتش لي إليه ما يقول إيدي وأنا أكلمكم أحس كده أن أنا أخطأ خطأ زريع أن أنا في حياتي وزيارات الباكستان ما ذهبتش عشان أعود جنب عبدالسطار إيدي أحس كده أحس كده أحس كده علشان نستطيع أن نبني الحياة ليس من أجل إسعادنا نحن ولكن من أجل إسعاد الآخرين في كل زمان وفي كل مكان وأنا فرحان النهار وخازني الجنة وملك دبتع النار مش كده وردوان ردوان تعالي وليه شكلك ردوان ردوان أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا لكن أريد أن أتكلم كثيرا ولكن أريد أن أتكلم كثيرا أسئلة الصفصارات أو كومنت يعني أعوذ بالله أخطرحات أنا 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 عبرت عن ساعتتي أن أنا معكم وده بالنسبة لي أعتبر حلم أن أنا أجد أننا بعد هذه المسيرة جميعا نلتقي في الرمثة في الرمثة في الأردن مع ناس أفاضل وفضلات لم تجمعهم بنا إلا حب العمل من أجل إسعاد الآخرين ونبدأ بأسئلة من أي حد لكم إن شاء الله وأنا جاهز تفضلوا واسألوا أي سؤال محرق خصوص المحرق نتفشرون حسنًا يعني شغل اللي بقى اللي هو التزويع واللي مش عارف هو أحد مش عارف إيه وكذا وكذا أنا مرّا كنت في التلفزيون في قناة إقرأ فالمنا فالطبعا جاي يعني كنت أنا نزلت قناة إقرأ كانت في القاهرة في الأول خالص وجاي بقى أنا من لندن ونزل القاهرة وبتاع ده فالرجل بيقول لي دكتور هاني البنة إيه إبداعاتك والإضافات واللي عملتها التب في العالم طبعا طبعا فاشل كل ما خش بتح النظر حتى لما جيت لتجوز اترفضت بالرغم أنا كنت رجلي أبوظة ولا أولا ولا عمر الشريف والله أحبب لأبوظة والله أحمد رمز يعني طب فعلا يعني يعني متلتكريش يعني وبالتالي يعني ما تكسفوش كلمي باللغة اللي أنت عايزها يا نبال مش نبلة واحدة يا خب أنت نبال نبال بمجموعة نبال أو لو كنت سهامت بقى مصيبة أو بسيف لا في السياب أنا أجاهز بالأسئلة تفضلوا يا شباب لا أولا مش تؤال بس في عشان في موضوعين نجتيج أنت نعرف أول ما بلشت في الإغاثة يعني نحن نعرف وخبرتها عن صوتك عن صوتك كيف بلشت في الإغاثة وكيف تاني في الفيكرة أو شو المعاي بس نبال في موضوعين استجداد ما نعرف طب كيف بلشت في الإغاثة ما كانش في أي خطة على الإطلاق أنا في عام 1900 بدأت أنا كنت أصلا طبيب وجيت بريطانيا عشان أخذ الزمالة في الطب لكن زي ما أعطت لكم أنا مكنت طبيب شاطر عادي زي أي حد حتى أجيب مقبول وأجيب مولحق وأسقط في عام 1982 ربنا بدأ يغير تفكيري أو يؤهلني لعمل أننا نتشرف أننا نستمي إليه الآن ففي عام 1982 حصل ثلاث حاجة مولا منتظر الصراحي الآن الحاجة الأولى الواجهة التي كانت ما بين حلب وحماء 82 ما بين الشعب في حمااء وقوة النظامية الحاجة الثانية التي حصلت في عام 1982 وهو مجزرة صبر وشتيلة اللي حصلت في لبنان في المخيمات واكتشفها صاحب فرنسي لما طلع هذه الصور في الجريدة الحاجة الثالثة أننا كتبت أن أقضي أجازة في مصر بعد ما أعدت أشتغل أغطقت مصر سنة لأسان سبعة وسبعين لبمبر سبعة وسبعين سقلت خمس مرات في المتحان المعادلة ونجحت أعتقد في أكتوبر أو نوبمبر 78 لأخذ سنة مني أو 13 أشهر عشان أخذ الرخصة دي واشتغل لأن أخذ رخصة أشتغل بها عشان التلفزيون أخذ رخصة أشتغل بها في بريطانيا في عام 1900 أخذ 78 وقلت بمنزل الأجازة في مصر وأنا راجع أقف أي بلد فيها مسلمين في أوروبا ونبسط على خريط رأيت يغوزلابيا لأن يغوزلابيا كان فيها البصنة حجزت على الطيران الذي يغوزلابيا وقفت رحت زغرب رحت سراهيم ورحت بلجراد وقبلت الطلبة كان فيه منهم طلبة فلسطينيين وأردنيين كثير كانت تعليم هناك الخيص وتعلمت منهم كيف أن النظام الشيوعي التي كان يضطهد المسلمين وكان حتى ساعتها علي عزة بيجوبيتش في السجن من الناس لهم كان مسجود هناك فرش يا ربنا أهلني الإجابة على السؤال بتاعي في 82 أن أنا أعدي بالثلاث نقاط دول أعطيت محطات دول في 83 حصلت مجاعة في أفريقيا في القرن الأفريقي كان باند ايد ولايب ايد سيرجي بوب جلد وليس محطينا في بريطانيا أننا لم نحن دور كمسلمين وكل المساجد بتجمع الفلوس في المؤسسات أخر في 83 كان لها زيارة للسودان في اجتماع للجماعية الطبية الإسلامية وفي الاجتماع وفي الاجتماع اكتشفت أن فيه من الألاترييين مجاعة في أليترا وفي تجراي وكان جزء من أثيوبيا فيهم مسلمين قلنا بس خدت حبة صور من أخ السوداني ما عرفش اسمه خدت بلوقتي وحتى سأقول لكم قصة ثانية يا نبال القصة وانا رايح حتى نجيب تسكرة الطيارة أحدك مع الجمعية الطبية كانت معي فلوس ودخلت على الإمام المسجد الثقافي المركز الإسلامي في لاندا كان تلميذ أبي كان أبي الذي يرحمه عالم العلماء الأظهر وجدني مدفون في البقيع وابدنا إن شاء الله كان أبي مدفون في القائد ودخلت على الشيخ وقالت له أنا رايح لديك لا يوجد فلوس فتح الدرج وطلع منه روزمة 300 جنيه قال لي خدت تسكرة الطيارة وقالت له كذاكم الله خير من برع بحق 300 جنيه أنا لا أعرفه والشيخ ما يعرفوش لكن ربنا يعرفه ده أول واحد حط بذرة بالإغاثة رجل أو امرأة شاب أو فتاة أبيض أحمر أسود حط شرف إلا ربنا حط الإمام كل شوية من قبل للوقت يقوله فاكر اللي مش فاكر ما تودينيش في داية زمان كانت فلوس سهلة للوقت بقى صعبة فده كان أول واحد رجعت عادت مع أهلي في قاهرة أول تبرع جنة من طفل عن تسع سنين 8 شوكولاتة 20 قرش وده ثاني شخصية وفي ثلاث شخصيات فيه التأهيل في 82 ربنا أهلني لشانا أجل فكري الداعمين الثلاثة الشاب السوداني اللي أعطاني الصغر أنا ماعرفش اسم للوقت وبعدين صاحب 300 جنيه حدش عارف اسمه إلا ربنا سبحانه وتعالى والطفل الصغير اللي هو قريب أبو عشرين يا رجل هكذا من الجوداب بقى اللي هنا أنت بس وأرتبر كمان أو مرش مع أو مرش مع أو مرش مع بسم الله ما شاء الله بسم الله فثلاث شخصيات محوريات عشرين قرش وصورة 300 جنيه تنكي للطيران والتنكي للطيران والثلاث أحداث اللي حدث عام الف سمية كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا عملك لحاجة تانية مش للدكتوراه أو مش للزماله فلما جاءت المجاعة لما جاءت بقى أحداث صبرة وشتيلة كنا مندور على الصور وأنا في الجمعيات في لندن وعملت الصور عشان نجمع تبرعات اللي حصل للفلسطينيين في صبرة وشتيلة في الوقت ده وأنا فاكر يعني أنا كنت الأسبوع اللي قبل امتحانات بنتو 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 كنت كل يم بأتكلم في التليفون فين 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 أوراق فين أوراق فين فنسيلي المراجعة فجاءت الأوراق يوم الخميس يوم الجمعة والسبت كنت أنا ماشي في الشوارع بتاع ببرمنجهم علشان أوزع الأوراق دي على المحلات علشان يجمعك بالرعاق لضحايا صبرة وشتيلة والحمد لله سيئت بس السؤوت ده يعني كأنه ده يا ربنا حط زرعك بشانا أقول لك ربنا حط العلوم كلها سيدنا أدب بس 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 فالحمد لله فدي هكذا بدأت لا كان فيه لمكتب ولا كان فيه ميزانية ولا كان فيه تيليفون ولا كان فيه فاكس ولا كان فيه تيليكس ولا كان فيه موظفين كنت أنا والأخ اللي هو إحسان زميلي في الجامعة هو عليه ابتسامة عرفين ابتسامة الرضا اللي هي مطلعش اللي من قلب كله نور كان ليه حتى بنت اسمها نور وأمه اسمها أم نور الأمه طبعا نعندوك هنا وهو نعندوك هنا بس الأمه أصلا أردنية أي سور أذن مش أمه زوجته أصلا أردنية بس بلحثتك تمكن نحط هنا كده واحدة كده بعضها الهم دور كده خلاص خلاص فكان هو الرجل الخفي الوراء في كل مؤسسة لابد يكون فيها روح خفية نقية طهرة حتى لو لم تزعمل تدعو حتى لو تعمل تدعو كان هو أخولي إحسان وبدأ يدعو الصحة أينما كان وبدأنا نمشي في الشوارع ونعز عن المحلات والمساجد كانت زوجتي تتبع الألاء كبه كان هناك ألاء كبه كان هناك ألاء كبه كان هناك ألاء كربون ألاء كبه ألاء كبه ألاء كبه وكانت إحسان تعمل العشاء الخيري والحاجات كلها للناس وهكذا بدأنا بسيطة جدا دي في النهاية في الأول في الحاجة الأول يعني تضدل ألاء كبه بعد ما وزعت الأوراق ما حدث ألاء كبه كبه لا اسأل سؤال اسأل سؤال لكي أحد لكي أحد أنه أنت وزعت الأوراق لكي تزمع التبرعات التي كنت تتوزع ليس للمسلمين لكي أحد لكي أحد هنود بعد وطبعا في الأول كنا ناس تستهجدنا أو تحترمنا يعني حاجة غريبة حاجة غريبة يعني كل الفكر بتاع المسلمين في البريطانيا يعني أغرب المسلمين من القرى الأسيوية خاصة الباكستانيين المجرد من المسلمين أو الباكستاني المجرد منهم وبعد الهنود وعدين البنكات العرب أقل كتير حاليا في البريطانيا أربعة مليون مسلم يعني العرب ما يكملوش مليون أو ما يكمل العرب كلهم يمكن لو كميروا نصر مليون يبقى كويس لكن الغالبية يعني باكستان نمبر ون بعد انديا وممان قادش كل الثلاثة اللهم اللهم يعتبر 80% 80% of the Muslims in the UK could be from the Asia the majority في عالم 24 أنا كنت لابس شرواني I was willing شرواني I was willing my photograph with the queen أنا كنت في باكستان في إسلام أبدا وروحت بان إسلام وروحت بني روالبني عند الترزي عشان أشتري له وماش وروح عب الملكة بني Piant وطبعا العرب التضيق بدأوا يعطوني طبعا تتحدث عن عصرتي هناك شيء يسمى برايفت بزنس هناك شيء يسمى برايفت بزنس هناك شيء يسمى برايفت بزنس أبدا هؤلاء الناس اللي تبرعوا بالمال بتاعهم تعرف كم من من؟ أول صف الغير عاملين المحللين عن معاش المقعدين الأولى في المسك المتخدمين مستخدمين المتخدمين في باكستان إنجيا وأنتظر لتنحصل على الملكة لأنها بكل يوم بيقبلها ألف واحد ستكتشد أنها قدت الوسام لأحد من أبناء هذه المجموعة الموجودة احتراما وتحضيرا لما فعله وكذلك يبدأ بالتعبار لأنه يساعدك وكذلك يساعدك وكذلك يساعدك وكذلك يساعدك وكذلك وكذلك بدأنا في الأول لف شوارع عن محلات وكنا نقف قدام المساجد لنجمع تبرعات ويأتي العمال المساجد يتردوننا برا ويأخذوا فروس مننا مثل الشحاتين أنا دائما كنت بقول كلمة لأعتز بها أن أنا أول شحات ويفعل المساجد في صندوق يعني الباكستانيين في المسجد يمعدوا عليك الصندوق وانت قاعد كل واحد يحط اللي بجيبه فريق أشيك كده لازم نتمر بعدها بسم الله ما شاء الله شغل الشحات ده بقى بريطانيا كلها توابيل بالشارع علمناه الشحات وأصبح في سن ستة وتمينة عندنا غرفة أول مكتب لنا كان صندوق على الحق تمنى ستتاشر جنيه نروح كل يوم سبت نفتح الصندوق ونشوف كم شيك فيه خمسة جنيه عشرة جنيه عشرة جنيه عشين جنيه وفي سبتمب في أغسطس 1984 جل نشيك بألف جنيه من المتبرع ليبي من مدينة ديرنا كان طبيب عيون فكتنا والدكتور زميلي أحسان لما شوفنا الألف جنيه كبرنا كبرنا فعلا وأن هذا يعتبر مليار جنيه ليس ألف جنيه يعني ألف مليون والحمد لله الأغسطة الآن عندت المليار في المسرية بتاعتها صرفت أكتب من مليار ما شاء الله فده كذا بدأنا شكرا فمشينا في الشوارع أجمل شيء يا شباب أجمل رمضانات إحنا عشناها هي أول رمضانات مع القافلة الرمضانية كان كل الشباب في فرنسا في بلجيكا في هولندا في ألمانيا في بريطانيا ولا واحد فينا كان بيقضي رمضان مع أولاده ولا واحد فينا لمدة سنين كان يفتر مع أولاده أو حتى بيقضي العيد مع أولاده سنوات لا هم كثير كثير كان يجعوا بعد العيد حتى كان في أحد الشباب كان في لقاء من أسبوع في بريطانيا وهو تمر أعدم بشخصية في الإغاثة أنا وهو مع بعض عبد الجبار يقول لي فكهة يا دكتور هني قالوا نعم قدام الناس بقى يقول لي قالت لي أنت قال لي بعد سنعة العيد قلت لي تعالى بس نجمع أحب التبرعات وأولاده قاعدين مستنين في البيت عشان أفصحهم بقى سنعة العيد يعني سنعة السبحية سبعة السبحية أنا رجعتني البيت بعد سنعة الظهر لفيه عيد والمسح اللي قال خلاص خلص كل حاجة وهكذا كانت السنوات الحلوة دي كل يوم بنبيت في مسجد مختلف في مدينة مختلفة كل يوم وكذا واحد اللي أصله مصري اللي أصله لبناني اللي أصله سوري اللي أصله فلسطيني اللي أصله باكستاني اللي أصله هندي مفيش كلنا خارجين دي المرحلة الأولى مرحلة الجميلة اللي انتو مشوفتهاش والأسف فضلوا سؤالت ما كلماش ماما الهتنين ما مشكلة انك ايه بقى بابا حبي ماما بعدنا ما ايه بابا ما كانت بقى بجوز ماما وقت ثلاثين ثمانية ما حبي بابا بعدين بقى أيوا من المرحلة التالجية بجوز المرحلة التالجية ما بجوز عندك خمس مراحل في أرطلول لا ما عم بابا ما بابا أنا عندي سؤال كيف هذا الكلام الذي يخلي عنه انه فكره انه يفتح مكتب الاردن الاردن ما هو احنا دولة دولة نعم موسيقى يعني قيش الداولة ما فيها يعني مدرشة خوارف وروجة الأردن مصابة بما يحدث حولها أو يأتي لك من عراق 91-92 عندكم خائمات الفلسطينيين من الأربعينات وحالياً والعزبالله عندكم السوريين كذلك وبعدم فيها بسحة الحرية تسمح بالتسجيل لمؤسسات دولية لماذا؟ لأن القضية الفلسطينية في الأردن أديمة عدت سبعين سنة للوقت عدت سبعين سنة والمخائمات موجودة فلما جئنا بعد 91-92 الذي حصل غزو العراقية للكويت حبنا ندخل مساعدات لكي نساعد الناس والذي نزحوا من العراق من الزيار الأربع والذي كان أول حاجة تجاه الأردن يعني كلهم خارجوا على الأردن مضبوط وفي ناس كمان باللكويت وذي كان أول علاقة لنا في 92-93 أول زيارة ليلة للعراق كان في 96 وقعدت منتظر سنتين عشان أخدت تأشيرة عشان أنا رفضت أن أدخل العراق إلا عن طريق بغدار فلما دخلنا كانت الأردن هي المعبر بالنسبة لنا وبدأ الوجوب بتاعنا يتطور في الأردن من تمثيلية يعني ممثلة مكتب تمثيل في عمان وكان فيه شباب موجودين هنا وقوة لغاية 2002 حصل الغزو الأخير وحرب الكبيرة وسقوط بغداد في 2003 فده كانت العلاقة تتطورت من مجرد التمثيل إلى المكتب الموجود حاليا لتنفيذ ومفيش مكان في العالم مش محتاج خاصة وظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي أثبتت إن النظام الرئاسمالي نظام قهر للفقراء ونظام دعم الأغنياء يعني قهر الأغلبية ودعم للأقلية وده اللي حاصل كالنسبة فيه فيلم التي تتفرج عليه في الجزيرة من كم يوم فيلم التي تتفرج عليه في الجزيرة من كم يوم عن كيف فائد الإنتاج اللي موجود في أوروبا وامريكا بيترمي في البحر أو يهلك عشان يحافظوا على الأسعار أصبحت كثير جدا من هذه الدول يعني تعاني من نقص شديد من المواد الأغذائي الأسع ومن المواد الأزمة التي حصلت في أوكرانيا ومؤثر على كل العالم ليس أوروبا ومع أوروبا تترنح لأن في يوم ما أذقته للآخرين ستتجرعه كما تتجرعه كما تتجرعه كما تتجرعه وهذه قصتنا مع الأردن أوروبا جميلة أنا لماذا قطحة جميلة جدا فيها مع سمول أمين الملكي الحسن دائما يعني لا أعرف أقول عليه رجل رجل مفكر بسم الله ربنا يدير الصحة وعملنا هنا مؤتمرات كثيرة وعملنا آخر بروسة الإقليمية والتشاورية لتحذير لأنه القمة الإنسانية كانت محرومية المعنى تقلق الوصول الإسلامية للغاية للعاية للعالم في 2015 وشترك في للأسر لماذا كأسلام كليف أو كأسلام كليف عملنا تسعة وثلاثين ورشة في ستة وثلاثين دولة في ستة وثلاثين دولة في ستة وثلاثين شهر هذا كان مؤتد الإنسان عملنا موجودة في البحر الميّن فالعلاقة بيننا ومن سمو الأمير حتى الهيئة الخيرية وكذلك الهلال الأحمر طبعا عندي محضرة في الألل الأحمر بعض بكرة وانا عندي محضرة في المتادف الوحدة العربية من خامس ثمانية نارب عنها إن شاء الله فعنقدنا كثير من أردن وانا هناك مساحة لعملة فنعمل وستعملي بحيث انك ايه يعني تحول شئ ايه يعني نتخرج عن النص الناس محتاجة وبيبعنا عندنا المحددات نعمل من خلالنا فضل نقول لك لا فضفوك لا فضفوك وقل لحاسدوك وموتوك بعد لا فضفوك وقل لحاسدوك سأبتسم أنا لا يلي يحيوني ولكن يحيوك بدنا نحييك كيف تحيي الزهرة قطرة الندل بل كيف يحيي النهر الجدولة لأنك صحب فضل لن تشعر هذا الفضل من أقسم أن تبقى الهغاثة قنبلة في سملة من أراد مسها قد مس حد المخصرة أقسم أن تبقى الهغاثة قنبلة في سملة من أراد مسها قد مس حد المخصرة يعني أنت يا سيدي صاحب فضل كبير فضل الله سبحانه وتعالى لله طبعا نبدأ التأسيس علينا وعلى حتى كموظفين كمفتاجين بدنا بس لكن ما بنظرك أفضل برنامج إحنا قدمناه في الأردن أو أنك حاب نقدم برنامج ثاني من خلال جولاتك أخي نقول عن مكاتب الإغاثة الإسلامية في العالم أنا أعشق حكتين سنة أب في سبت ساعة ثمانين تركت بريطانيا طلق بائنا كانت ستلقى أغاثة عندك علشان أنزل مسها شتغل طبيب 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 سواء ولا سواء أشتغل فلاح فلاح طبعا أنا مش بنعلم فلاح أنا أردت إلى الأردن لأذهب إلى أجين لأخذ كل شيء لأذهب إلى أجين 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 أنزل يرى الفلاح يرى الفلاح يرى الفلاح خلاص يرى الفلاح عشان يشتغل فلاح أعشق الفلاح والفلاحة حضرت تجسمك عامر عامر أخ عامر والفلاحة أصل الاقتصاد وأصل الاستقرار وأصل الحرية التي تعتمد على أحد من الخالق ولذلك الشيخ الشعراوي كان لديه كلمة كده بل لم يأكل من فأس لا يستطيع أن يأخذ القرار من رأس فأسك تحترق لك الخير كما نحن نرى المزارع الموجودة وأنه لا يوجد فيه بيوت أو عمار جاء عليها يقلل من الرقعة الزراعية أعشق الفلاحة وأعشق الحيوانات والأمة التربية الحيوانية وهذا جزء من الزراعة صحيح وأعشق الأعمال اليدوية المهنية اللي هي الأعمال اليدوية اللي هي الخياطة والنجارة والحدادة لا يوجد يهود كلها لأنه هم أساسيات الاقتصاد حالياً أنا أرود للسوق الشعبي بعد القضية السورية لا نستطيعش أن نحن نتعامل مع الاقتصاد كم لاجئ في الخارج وسبعة مليون نازح في الدخل أو أكثر من سبعة مليون أبداً وفي الوقت نسعة مليون أو أكثر من تسعة مليون أو عشرة مليون لأننا في مرحلة لأننا في مرحلة لا نحن نحن في الأردن لأننا في مرحلة في العمل ما نعملش العمل التقليدي اللي بتقوم بالحكومات لأننا نعمل تعليم لمدة عشرين سنة وذا يعملني أربعة مليون طفل مطلعهم صناعيين مهنيين عرفيين زراعيين وبالك رعاة قادنا أي حاجة أعمل أسوات شعبية تخلي المرأة اللي قاعدة في البيت دي هي ولدها ينتجوا كل أسبوع منتج أو كل يوم منتج ويزور يبعوه ليه أستجدي ليه أمدي إيدي وعندي أعوذ بالله مش أنا الوحدي يعني دي ليه كنت طبعا نظرية اسمها I said in English and Arabic you have to because he's this man is مخ أنا أنا air my mخ is bubbled مفيش مفيش مخ هنا فيه هوا بفراغ أنا كنت بسميه سبعين ثلاثين at the time in the first year of the conflict فأول سنة من الconflict يبقى مساعدات إنسانية مئة في المئة the first year of conflict هي مئة response 100% دمجل and because this is the year of the shock لدي بيكون سنة الصدمة and the second year enough is enough ليه لأن الاخرق دور فيهم أسادزة في الجامعة فيهم مدرسين فيهم مهندسين فيهم فلاحين فيهم هنين تبقى 70-30 تبقى سبعين تلاتين 70-20 response and 30 بلدن community تبقى مجلوعة يجي بعد بلدن تعليم الناس بناء الأسواق أخلي المرأة اللي قاعدة في البيت سواء كان سورية ولا فلسطينية ولا مصرية ولا 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 عندها إبداع البيت يشتغل كل يوم في السوق الشعبي لالسنة الثانية لالسنة الثانية سبعين وثلاثين لمدة ثلاثين على حسب المشكلة ما تطلع ما يجيش الأول المتحدة تقعدني في القضية السورية 12 سنة 100% أو 90% emergency أبدا بنخلق شعوب ومجتمعات عالة سياسة خاطئة لكل الدول المانحة نحن لسنا شحاتين نحن نأخذ هذا المال اللي هو مالنا إحنا علشان نمكن بيه نفسنا نجبني بيه مجتمعات وده الحلم بتاعي وده النظرية لما بالطول العملية تبقى 50-50 وبعدين تتقلب بعد كده 70-30 70% وتأهيل وتلاتين ريسبونس فلسابعين وثلاثين الهوانية تبقى سابعين وثلاثين مثلا فيقلال عشر السنين دور ما ينفعش حاليا أخذ كل معناتي من الأمم المتحدة أو من الانتحاد الأوروبي أو من أي منح على أنها من جهازات إغاسية 100% هذا يعتبر جريمة ضد الشعب اللي هو دماله ما أعلم خديم ملكو وذائب النسبة لنظريني إش تتبع من 100% 70-30 70% for a maintainer response 2nd year 30% for the empowerment and building community local building local community ثم يصبح الثالث 50-50 ثم الثالث 70-30 70% local community and 30% maintainer response فده شوفوا ده تعلمته إزاي تعلمته لأن أنا تربيت في مدرسة الغاسة 40 سنة لأننا بدأنا من لا شيء ونعرفش أي شيء لأن أنت فيهم الأيام أصبحت أنت دوقتي تدرس للناس وتفكر وتقطر بس تفكر لا لأن تتفكر وتقطر وتغير مناهج وتعيد سياغة تعرفات من جديد وتفرز ثقافة جديدة وتضع نظريات للآخرين اللي كانوا يبعوها خلاص بقى 30 سنة بتتعلم لأ ما أكيدت بقى أنت مدرسة أنت مدرسة وانت مدرسة وانت مدرسة وانت مدرسة وانت مدرسة كلكم أوعوا حذاري أنكم تمدي أدكم على طوز من أول يوم تقولوا متى سنمكن المجتمعات التي نعمل فيها ترفعوا الراية وتقولوا الأكل ليس غاية الأكل وسيلة لكن الغاية هي أن نقدم أو أن نمكن المجتمعات نمكن المجتمعات أنت مش وظيفتك أنت لست مكلف نحن لست مكلفين بإتعام العالم لكننا مكلفون بأن نعلم هؤلاء الممتحنين في حياتهم كيف يصنعون الحياة لهم والمجتمعات ونشوفنا الحواد ده إمتى شباب وقالت لبصنا أسجزة في الجامعة كانوا يقفين في التوابير ياخدوا اللي هو الباكت بعيد من 92 و93 نفضل نكرر نفس الشيء نفس الشيء غلط سياسة خاطئة سياسة خاطئة 100% ويجب أن يكون لدينا لبي واللبي ده يقول لأ لأ يعني لأ نحاول نعمل معتمر لسوريا في نهاية السنة بدأنا الورش العمل من نتأول ورشة عمل عندكم هنا في الأوردن فيلسل وركشوب فرسية وزهير جوردون في شهر سبتمبر أو أكتوبر سنة الفاتد عملنا سبع ورشة عمل واتمنا يوم لتنين القادم علشان ماذا بعد 12 سنة 12 سنة وقفين شحتين لا ما ينفعش ما ينفعش القضية الفلسطينية تقعد 70 سنة وقال أليترية 50 سنة ومش عارف السومالية في مخيم داداب وقع بتاع 40 سنة ولا 50 سنة وبعدين لابد نقف مع بعض عشان نعمل لبي ضغط على الحكومات تغير سياسة العمل الإنساني لأن خلاص أنا كنا أطفال في حضانة دلوقت نحن بقنا أسدسة واعتز أنت اسمك محمود أبو حنفي تعتز أبو حنفي محمود يا حبيب كان خريق أحمد الله يرحمها و 5 موانس الله يرحمك محمود أبو حنفي اتفرق على خريق أحمد و 5 موانس أنت أستاذ دلوقت ولابد أن يستمع إليك أنت منظر ولابد أن يقتنع بنظرياتك أنت مؤثر ولابد أن يؤثر أعمالهم وفقا لتأثيرك وأنت صاحب فكر وإبداع لابد أن يستفيدهم الآخرين خلاص بعد 32-40 سنة أصبحت حيثية يلتف حولها الجميع محمود ورباب وسهاب حيثية لابد أن تستطيع الأمر سيد لامي أو يعني شو أنا وضح إنه كفلات ليش أتمنى؟ فأنا لازم نغير أردين موخلاتها إنه تماني موارمت مش ببتة مهمة في فضلك شوفي، 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 انتي لميس نعم دي كانت مع أمر القيص وبالت لميس، وبالت لميس، وبالت لميس إنها بدر السماء إذا تجلى وبالت معالمها مش عالك إيه خلاص باق، خلاص باق أقول لك سيف جاردك بعد كده إحنا بالنضيق، مش إسلامك ليه؟ منظومة كفالة الأيتام تدار خضاء ودي أوقفني فيها The system of Orphans Mothership is wrong The malls, all the organizations I said in this conference I said in this conference إن كفالة اليتيم ما تقلش عن 100 دولار 120 دولار في مؤسسة ما تعاون في فلسطين في الضفة الغربية عرفها ودكتورة رئيفة لا، رئيفة اللي هي موجودة الوقتين لا، العائلة اللي موجودة رئيفة مشت قبل كده بيأخدوا 120 دولار بيأخدوا 120 دولار بيأخدها 20 مقاطع بيأخدوا 120 دولار عندما قلت بيأخدوا 120 دولار رد علي الشيخ عائل القرى ذالي دكتور أبي الدين الصح إنه عائل القرى ذالي هو قطري من أصل عراقي من أصل كردي وهو في الولماء المسلمين قال لي لا طبعا أنا خفت لأن حزاري تتعرك مع الشيخ لرونق على الملأ يبقى بتروح أنت ليه؟ رب السبعين فقال لي كفالة اليتيم ليس لها ثقف لأن ربنا قال في القرآن صورة مريم وكفلها يعني عامل مريم كابنته بالأكل والشر والإقامة وكل شيء أوعي فتفتكري أنك ستخش الجنة بال30 دولار وال30 دولار يبقى أحد يعني كفالة وكفالة 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 في القرآن يجب أن تتعرك المسلمين كبيرا كبيرا كبيراً كبيراً وكبيراً وكبيراً لكن يمكن أن تقول كبيراً لكن يمكن أن تكون أوداء ساعد والكبيراً وكبيراً الأدوار يمكن أن تكون أكبر وأهنأ من مليون دولار واحدة من أللال انظمة كفالة القيمة بتاع الكفالة خطأ لانه انتو مثلا عندوك كفالة هنا مثلا 50 دولار او كاما؟ 150 يورو مشهر 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 مش كفالة دي ده منسمي سابورت سابورت للكفالة بس احنا بنعاد المسك في الواحدة اتنين عدد 3 او عدد 4 او عدد نظر انا حاوليك حاجة الاردن غالية صلي على النبي انا مبلح بفك السترليني بسبعين قرش اردني اه يعني انا الوقت باشحات عندوك مرح 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 اقول لك ايه او باشحات عندوك صح هتندي 30 يورو 30 يورو يعني كم دينار احنا ممية وخمستاشن لا 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 يعني عشرين دينار مشهر عبا خلاص انا مثلا في اسرة عندها سبع ايتام او خمس ايتام او ستة ايتام او ارمالة ممكن ارمالكم بتشتغل او مشتغلش فانا قلت والله مش هاخد يتيم واحد هاخد ثلاثة وانا بديها كم ستين دينار طيب ستين دينار لاصلة في الاردن فالمشكلة هنا يا اخذ القرنين اننا تؤديوكاة ده دونر ان 20 يورو انت اين متحمس انا عارف انا بحديك هل عشرين دينار في الأردن دول؟ ففيش؟ فذلك لابد نعلم المانح أنا ممكن أقول لك آه ساعد هلم with 1 دينار or 2 دينار لكن sponsor مش ممكن يكون عشرين دينار It's not going to be 20 دينار It's not We did He's at 1 euro المشكلة في ايه؟ المشكلة ان انت يعني الاستراتيجية كلمة استراتيجية The word of strategy Go bottom up No top down الاستراتيجية لابد نكون من قواعد الشعبية للرئاسة في الجمهورية نفسها يعني لو انا مش هعرف الشعب عايز ايه؟ مش ممكن عام استراتيجية الاستراتيجية عمرها ما كانت يعني نقاش في غرف مغلقة في المقاتب الرئيسية الاستراتيجية عمرها ما كانت consultant يجي يعمل لي وراء أو survey أو questionnaire استراتيجية it has to be bottom up and at least 30 to 40% of the decision should be given to the field offices or even 50% استراتيجية 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 laستراتيجية لا تسمى المستفدين أبداً لهم أصحاب الحقوق من غير الاثنين دول من غير الاثنين دول من غير الاثنين دول لأنك تفتح المعاناة تعرف لماذا؟ لأنك تفتح المعاناة 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 هي المحتاجة الحلم المصر المواقع المنظر الأمر ما أراك إذا كنت تستخدمنا من الوظفات المنظمة ومعاناة الوظفات المعاناة ومعاناة الوظفات المتحدة ومعاناة الوظفات المنظمة لذلك حسنًا معناها أنك تشرك أصحاب الحاجة في صناعة المستقبل فيتبنوا أنا سأقول لكم حاجة صلوا على النبي صلوا على النبي بالأردو بالأردو درود 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 شفزي عطول كنا دخلين دخلين سربيا استنى الفاتد دي كان معنا بسامة خان كنتاني معك استنامك لي في كندا ودخلين في الصرف بعد ما ختم البصبورات بسكر البصبور بتاعي لو في خمسين ختمهم فلكنهم بتاعي تسعد والدنيا برد وعايزين نخش الحمام وخافين نعمل حاجة على نفسنا ويبقى شكلنا وحش إنه مزحة لتولد لتفرق 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 فأحد الشباب كان بيصلي على رسول صلى الله عليه وسلم فدي اللي بيسموها درود لأن هذا الشخص كان بيصلي ويسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمحنا بالدخول لأنه كان بيسموها درود لأنه لتسنتر الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مفتيح كده فأنا كمع قل الحديث لو سمحت علي سودك بس عشان تلفزيون يا عم أنت بقولك علي سودك سألو وضيبين كعب تعالى في قنبي كده عشان عشان دخلك السق توضع علي سودك بس قال كم أجعلك من صلاتي قال أجعلك عشرها قال وانتد فأحسن قال أجعلك تلثها قال والزيادة أحسن أجعلك نقفها والزيادة أحسن حتى أجعلك كل صلاتي قال تكفى إذا يكفى همك وينوسل أولك كما قال لأخذها يعني أبيب أو أخبي أبيب بكعب وقال ابن كعب صلى الله عليه وسلم كما قال لك من صلاتي عشرة في المئة قال لها وانزت ثلاثين في المئة وانزت خمسين في المئة وانزت وكذا 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 قال لها قال لها لو كانت كلها يبقى كفية تهمك وقال التانية وخذي يتحجد وخذي يتحجد بس مش معنى كده بس ان كلهم اصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما تعملوا أه لا السلامة والسلامة بوسيئة للعبد السئلة ثانية يا شباب بخصوص المكتب احنا انت ما حكيت انه اول مكتب اول من لشرب لغاية كانت في البريطانيا المساحات احنا كالدونال بحث ان احنا كالدونال احنا كالدون ماذا تأثير البريطانيا حتى كالدونال ايتام بلد جدا بريطانيا مكتب بريطانيا هو الاصل ومكتب بريطانيا فتح كل المكاتب والذي يقول لي غير كده والذي يقبلني لان امريكا وكندا واستراليا وكل ذلك من خير المسلمين في البريطانيا فده بس حتى تكون قاعدة كلها نقف عليهم وكل المكاتب الميدانية جاءت من خير بريطانيا المسلمين في البريطانيا أربع مليون تقريب المسلمين في البريطانيا وأربع مليون في الأمريكا وكل سبعة أو ثمانية مليون نوعية المسلمين والكاندا يختراف عن نوعية المسلمين أتت عماليا كان بالباكستانيين يختلفوا عن اللقم بارطانيا كانوا هناك كمعاليين ومعاليين وفي العالم الأولى كانوا يأتي كمعاليين بعد العالم الآخر فلذلك في فرق الدخل في أمريكا وكاندا مرتعلا مكتير فأنت لميسي لذلك أشعر أما كما يقولون كاندا أكثر من العالم الأولى كما يقولون يعني أنا أعرف كندسة وأتكلم مع نص الدين حق حامد اللي هو كندسية هو من سنتين كان بيقول لي أثنين من أمناء الإغاثة الإسلامية في تشارة الدينر كل واحد فيهم تجمع تبرع باربعين ألف دولار طبيب ممكن ينصر دخله مليون في السنة هي مطاف الديري ها ها وعن في واحد فيهم بدون ذكر اسمه يرفض أن يأكل من ملء غازة وأي اجتماع المجلس الإماناء هو اللي يدفع الفطورة بتاعته إلى الآن وحتى يضحك علينا كنت أنا ونصر قلنا نعزمهم بس نبقى النصر ستفع نعزمهم وكان فيه مطعم سمك مصري جميل وعندما نقعد في مطعم السمك غالي غالي يعني مثلا وعندما نقعد فيه وعندما نقعد فيه وعندما نأكل نفس الشخص ده راح دفع الفطورة وعندما نقعد فلسفة 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 هذا الرسالة لم يكن من دفع من المنزل من المنزل حتى للتعامل وعندما وعندما نقعد ثم من المنزل وعندما نقعد لأحد من المنزل هذا هو مجرد من المنزل لأحد من المنزل في أندا دولار 100.000 من المنزل من المنزلة ومجرد 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 بل لا يوجد لا يوجد بل لا يوجد نعم، هذا شيء أخر. الواضع يكون من الداخل، لكنه داخلهم بسم الله ماشاء الله. فضلوا، فذلك الدخل مختلف تماماً. أخذ بالك؟ بلاد الكريف. حتى نسمحوا ولي ارتغلوا وليتحدث؟ نعم، نسمحوا. أكثر مشاط للإغاثة الإسلامية بين مكاتب عبر العالم؟ أكثر مشاط للإغاثة الإسلامية بين مكاتب عبر العالم؟ طبعاً، ما هي مكاتب عبر العالمي الأسلامية؟ أعتقد أن من أقضى من مكاتب الأغاثة الإسلامية في العالم، النجحة، هو مكتب باكستان. هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، هناك مكاتب في شرق أفريقيا، مثل كينيا، والصومان، كذلك. هناك مكاتب نشيطة، لكن لا يوجد إمكانيات. هذا البوسنة، هذا كوسبو، لديهم إبداع في العمل، لكن لا يوجد إمكانيات. مكاتب فلسطين كانت نشيطة جدا، لكن حصل فيها مشاكل من ناحية السياسة المنطقة الموجودة في فلسطين، كان نشيط جدا جدا المكاتب دي كلها. أو النشاط من ناحية المساعدات الإنسانية. يطيران كمية المساعدات. كمية المساعدات اللي هي مستمرة بوجود كارثة ها فلسطين. بالكوارث بتطلع باكستان مراحل. باكستان وبعد كده مكاتب تانية. هل لديك أي أسئلة للأسئلة لكي أضغط على الأسئلة 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 الأسئلة؟ والبشرية والبشرية هتعمل خريطة لن يستطيع أحد أن يقرمها للعمل كنا نفتخر في نهاية التسعين والعشرية من ألفية الثالثة أن الموظفين الأسلامي الكليف المنفذين لم يكن هناك جمعية في العالم تضهيه كان فيهم الباكستاني والهندي والمصري والسوري والأفريقي والإنجليزي والمسلم والمسيحي والهندوسي إلى آخر كان فيهم كريمة فلو أنت حجمت مؤسستك على نوع واحد هتفشل على فكر واحد هتفشل هتنوع واحد هتفشل على فصيل واحد هتفشل على ثقاف واحد هتفشل لماذا؟ لأن أنت في كل مجتمع في ثقافات مختلفة يعني مثلا أضرب مسر قدامه على باكستان 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 وداخل كل كالشور في كالشور تاني فيو كانوت ران اجلوبال ارجانيشن وزوان كالشور باكستان حتى هنا في الأردن هتلاقي جماعة عمان يختلف عن جماعة العقبة يختلف عن جماعة العقبة حتى العقلية خط الماء اه كله كله ليه لأنه خفات صحيح فلما أحطيه أنت أنا أعز أعمل خطة للأردن تكن او بيوان سايز فتس قول ماينفعش يكون خطة إنها اللبس لها حلبسوا الناس كنين لأ يعني أنا بنتي كانت أنا عندكو في الأردن فاطمة اشتريت لي حاجة من اللي بتلبسوها دي فأنا عشان ألبسو تقيل جداً فحبت أخرج بيه مرة وأنا أعلم في العربية مش عارف أعلم فده معمول لمين؟ للبرد اللي موجود في صحراء الأردن او الناس في الشتاء وبتخرج بتمشي في الشوارع فلا بتلبسوه والأسف مانوش حزام لازم يتكلنوا حزام ده بس يتكلنوا حزام ده فلازم في الأخرة تقول المصمم يعملون حزام ها ساعملونه حرفة ها ساعملونه حرفة طريقة وطالية زي المغربة مغربة عند روحة طريقة فالثقافة والفكر والتاريخ والإبداع مختلف ونفعش تعامل معهم زي بعضهم فضلوا في الساعة كان بلورتي براحتكم أنا أقعد للصبح أنا مواريش حاجة أنا مواريش حاجة أنا مواريش حاجة أنا حاجب لكم سهام بسهامة ندي نبلة نعمل بريكي نعمل بريكي عشان نعمل بريكي ما خلاص بقى ممكن تحكي لنا عن تسمية عنوان لغاثة الإسلامية نعم أولا اللغاثة الإسلامية بس لك هل هناك سؤال ثانية أم لا؟ هل هناك سؤال ثانية أم لا؟ هل هناك سؤال ثانية أم لا؟ اللجنة التي تساعد اللاجئين في أفريقيا ده كان اسم ده كان اسم الحساب ففي الآخر جلنا يوسف إسلام عرفين كانت ستيفن؟ نعم كان صديقنا يعني أحب يكون معانا من الأول ده كان في سنة 85 فهو اللي ادانا اسم إسلام الكليف هو تقوله إن هاني البنة ماذا اسمه؟ يوسف إسلام كان ستيفن مغني ده مش عارفه إنت أرتغرل أمام العثمانيين فجي يوسف إسلام هو اللي أعطانا عشان بس تاريخ البصح اللي أعطى اسم إسلام الكليف لإسلام الكليف هو أخونا يوسف إسلام خلاص؟ أما الشعار اللي هو ده لا لا الشعار ده صمموا واحد من عندكم من الأتراك شاب تركي من لندن ها؟ الشعار ده صمموا شاب تركي من لندن حتى تلاقي اللي هو المأزنة أصلها كان مختلف عندي شوية وما رفض أن يأخذ عليه فلوس يبقى الشعار ده اللي قائم إلى يومنا هذا عمل واحده لك احنا ما نعرفوش وبعد ما قلناه طب الفلوس قدق قال لا ده تبع الرع مني والاسم كان يسم إسلام لذلك صح التاريخ في بعض الناس بيقولوا قالوا عليه في الانترنت أن هاني البنة كان عايز يغير اسم إسلام الكريخ ما عارش مين ترى هذه الأشعة هذه الأشعة كاذبة بالعكس حصل في منتصف التسعينيات لما كنا فرنسا كان فيها بعض التفكيرات في القطرات إلى آخرين كان مكتب فرنسا منشغل بالقضايا والإعلام والحاجات دي كلها فكانوا طلبوا منها نغير اسم الإسلام الكليف لحاجة تانية ما فقاش إسلام وقفنا كالصخرة أن لا يمكن تغير اسم الإسلام الكليف ولابد أن يتعامل العالم الغربي والشرقي مع مؤسسة مهنية محترفة في العمل الإنساني باسم إسلام ورفضنا وأنا بقول الكام ده عشان اللي بيطلع الكرام عليها في الانترنت أقول له اسمت أيها المخادع أو أيها المخادع بس هو كان رجل يعني عشان الستات ما يخدعوش أبدا بس هات . لكن يقول لك كسوحي حبات يوسف بلك إنهن إيه؟ إنهن إيه؟ إنك هنهن عظيم تعالى يا يوسف تعالى يا يوسف شدته من ظهره وضعت له الأميس ولما دخل عليها جوزها قلت له لحقني هيعتدي عليها أخوة سيدنا يوسف يقولون شفت بقى أخواته قال أخوة من هم التانين نعم ولكن بلك نعم ولذلك لبن نرجع لهذا الاسم صحب الأشعار شاب تركي من يعرفوش يعرفو ربنا سبحانه وتعالى وصحب الاسم يوسف إسلام ربنا يديره الصحب شابت لدينا مع هذا العلماني وعبنا في الأميس وصحب الاسلاميات ايه اطفلا الاسلامية في شكل عام وأنا أعضح للموطي كانت صحبا لأسران حضاري نعم يعني في السياسة اللحظة الجانب الإسلامية يعني تصوح الإسلامية كيف تركي حالك؟ ما هي تكونت ضمن هذا الموج الظاهر من الظاهر؟ بالطبع في الثلاثة والثمانين عندما حدثت المجاعة في شرق أفريقيا نحن شعرنا أن المسلمين لا يكون لهم دور لكنهم يجب أن يجب أن يكون لهم مؤسسات أخرى وقالنا لا يجب أن يكون لهم دور لأنك مصري مليك دور لأنه يجب أن يكون لك اسم ولكن اسم خطرح وعلينا يسمى الإسلام أكيد وطبعا أداءك ليس كلامك يعني لا تكيب أن تقول لي مثلا والله الإسلام الكريم عندها خمسة برينسبل من عرف القيم بتاع الإسلام الكريم؟ الرحمة والعجل والإحسان بوحة بوحة حفظة؟ الرحمة والإحسان والعدل والإخلاص؟ والإخلاص؟ مسوا طبقها لا شيء يجب أن تذكره لكن لا يجب أن تذكره طبقها طبق العدل يعني من إحسان أو من العدل في أول الألفية خدنا مبلغ مليون دولار من وزارة الأوقاف القطرية علشان نبني مدرسة في ألبانيا قعدنا سنة وليس عارفين نشتري الأرض لأننا نريد نشتري الأرض باسمنا خدنا المليون دولار ونزلت على قطر قابلت الوزير تقول لهم اجزاء لكم الله خير، قال إلى أن يا جاي أهلا أهلا أعيز لا أنا أعيز أعايز في جديد أخرى، قال له لا أعيز أعني أعود دولار فلوسك أع에서 أعيز أعود دول لك إه؟ فلوسك مليون دولار سنة 2002 و23 فالتلوات سنة 2003، قال هل ترجع للمليون دولار؟ لم أعرف من الشيء أن لا ننفذ المشروع أو شناء عرض. وعدنا لن ننفذات ونزلتها باسمنا باستخدام لنا كأفراد؟ لا. هل نضحك عليهم؟ لا بلعل من الحاجات اللي المؤسسة قررت في ألف ومثلاثنا ترجع المال مرة تانية أصحابه قال لي أنتوا المؤسسة الوحيدة دا رجعت لنا مال في الحجم دا فده جزء من الطبيعي العامل المساواة هتجيب قريبك في الشغل ولا هتجيب أحسن واحد قريب ها 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 دبالك آآ العدل هتعدلي عدله هو أخرب التقوى ولا هتجيب لنكم شأن أنا قابل على أن لا تعدلو يعني سيحنة آآ آآ هو عدوي لكن هو مع مشح الغرب لا يجب أن يطلع بريئ المساواة العدل للرحمة إزاي أعمل بالرحمة مع الأيتام وأنا بصرهم وأنا أرفم منهم أم اللي بصفوا عليه واخذ بالك ويجب أن يطلع بريئاً يطلع بريئاً أدفوكيسي 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 في القرآن أعتقد في سورة المعون و سورة الفجر يمكن ممتحنة ثالثة لكن هي أساس العمل ندافع ونشيع أخبار الفقراء والمساكين ولا يخدوا على تعطي المسكين أنا كده خلصت معك خلص نختم أتفضل خلاص إجمالا يشوف المنظمات تتبع الانترناشنال الانترناشنال الكنتكست مختلف المنظمات إحنا الإغاثة الإسلامية إحنا طبعا قائمين على قيام الإسلامية في أشياء في الانترناشنال الكنتكست هي متخالف قيامنا الإسلامية ما هو الإغاثة الإسلامية بالعامية على الملأ بالنسبة لهذه الأشياء أرى العالم تحكمه السياسات لا أتكلم عن أغاثة أسلم أتكلم عن العموميات العالم تحكمه السياسات في الاقتصاد في السياسة في الفكر في الثقافة في العمل الإنساني الأمم المتحدة مؤسسة تفرز هذه السياسات وهي مؤسسة حكومات ودولة إحنا مؤسسات أفراد أو جمعيات وإذا أردت أن تغير السياسة المال فعليك أن تتحالف مع الآخرين من أجل تغيير هذه السياسة مهما أتيت أن المال لم تغيرها وحدك لأن المجتمع الدولي يؤمن بالكتلة لا نحن لدينا كتلة عربية قوية غير بها السياسات أو كتلة عربية أو إسلامية قوية غير بها السياسات لكن عندما تكون في الممر سأخبر قصة إذا أخبرت بها الإغاثة الأم المتحدة الإغاثة ستسجلت في الأم المتحدة في 29 مارس عام 1993 يعني هذه السنة 30 سنة 29 مارس 29 مارس 1993 وعندنا لكن كان عندنا رؤية قبلها أن لكي ندخل المطبخ صناعة القرار نحضر كل شيء لكي ندخل لكي ندخل لكي ندخل الأم المتحدة بإسم الإسلام الكليف أرجعونا مرة أخرى من سؤال التحديات كنا ثلاثة أشخاصة فينا مع بعض في الفيلم قصة لكي ندخل المطبخ كنت أخرى كان هذا الى أخر رمضان في 1990 أخرى خمس ديام أو ثلاثة ديام في رمضان كان أول مرة نزون أمريكا أنا وصلاح سعيد نزون صلاح سعيد انه هو خمس ديام وخلد روي هو أول مدير التنفيذي من المشاريع في الإسلام كليف أول مدير تنفيذي من المشاريع في الإسلام كليف فأعادنا في الأيام المباركة كانت هؤمنة الأثنين نجمين في ورفة وأنا كانت أثنين في ورفة وفترنا بقى وفترنا بقى وكننا مرفتحين cuzه نسمعه نفس اليوم أخرى مرد من الأسلاثة أنا حنام على الأرض عندكم عشان لما أنام على الأرض لمدة ساعة دي ونساعتين حصحة لو نمتع السرين حصحة طليل زي ما حصل النهاردة مع مع أبو أحمد يقول لي أنا ضربت عليك التليفون والتليفون ما يضربش التليفون بلين حيضرب التليفون مش حياتك كلمة يا سيدة قايبيت إن ده تليفون صحيح بتأخير لا لا أنا اليس حياتك فالمهم خالد روي في الليلة دين مباركة قال لنا كل خالد روي قال لنا كل الأسئلة كل الأسئلة اللي ربنا خلناهم يسألونا تاني يوم فلما روحت أنا عشان أتكلم كان عندي دق لا أقل أقل شوية وكذا كل مندوب طبعا السفراء الدول كان المجدين في قاعة كبيرة كل واحد يطلع مندوب الجمعية يسأله سؤال ويسكت أنا لما طلعت كل القادر تفعل اسمي إسلامي كليف بسم الله ما شاء الله شكلي يخوف وهكذا وكذا عشرين سؤال وكذا 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 فلوقت عدى فلسلت قيت خلاص وعشرين دي أخذت لسه أنا أما خلص أبأنزل يعني بالعالم يسكتل خلصت خلصت وانزلت ووقفت لنا أقعد السفراء في الأوربياء يعني موافقة لأن يكون هناك إجماعة السفراء العرب والشباب الثلاثة اللي كانوا موجودين يا شباب أعطوني دهرهم واحد فيهم قال أنت اسموك إسلامك زي ما أنت قلت زي ما أنت قلت هنحطوك على قايمة الانتظار الثاني قال أنتوا في حناقة بينكم من حزب الدعوة الإيرانية اللي كان موجود في العراق في وقتها الثالث سكت ولا واحد فيهم أيدنا فلما جات شام الجمعة وأنا كانوا جلسين أخت مصرية ربنا يديها الصحة قالت لي أنت عمل لوبينغ يعني ما لوبينغ أعرف لوبينغ لكن لوبينغ قالت لي يروح يلف على السفراء أعطي ألف على السفراء و أديهم أوراق و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و جئهم الجمعة كان يحشر الناس يضح يوم الزينة والله يوم الزينة و أن يحشر الناس يضح يوم الثلاثة والأربعة والخميس أنا أقعد كعب دايل على كلهم و واحد من السفير السوداني كان رجل طيب ليس من الثلاثة قالت لي أني خلاص سيحطوك على قائمة الثلاثة يوم الثلاثة و قدت أو الرجل قلت له الميكروفون والسيد تقول لي أنزل و كنت أنزل هنا amazing أنا إزباج و أنا أطعayed كنت لكم من الميت فهذا حصل يجب أن ترككم كذا وكذا 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 وعدت عليكم وددت لكم تقرير وكذا 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 عايزين أي تاني يكون لهم سفرة بما ربنا نسر الإسلامك ليه بمين؟ بالسفير لأيرلندي أيرلندي وكاثوليكا أخذ المكروفون قال أنا أذكر إسلامك ليه عملت الأوراق مشاريع حتى تبرعت لأغسل الأم التاحذة في البصنة بـ 300 تن قبل ما تسجل كذا وكذا 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 والرجل ده قاعد في الغرفة في قوتيل كان والله القوتيل الغرفة عارفين الباب ده العرض يعني من الباب ده الباب ده وبس هو ده الغرفة إلى غاية كنت بدفع فيها سبعين دولار في الليلة يعني بتجي تخش الحمام تبقي تزوق السرير تخرج الحمام ترجع السرير والتلفزيون لازق في السرير كان سبعه ما كانش فيه انترنت ساعته هذا الرجل ده قاعد بقاله أسبوع معنا وبس الفلوس ونيورك غالية وأنا بزكيها لكن بحترم كلام زميلتنا الأخرى في نهاية الأسبوع ده لك أنها كلمة من جمعة تقرأ الأوراق بتاعتها وتكون الإسلام الكليفة الأولى في الجارسة يوم من الاثنين صباحا خلاص أصبح وعد وشاهد شاهدوا من أهليها من أهليه ولا أهليها؟ أهليها كان خمسون قدة من دولار بس أبرا من قبل الأبن من قبل الأبن فبالتالي جيت بقى يوم الاثنين بسجت السفير السلاني فبسم الله ومشأ الله كان حاجة كده وانا أعدي كده لقصر بالله العظيم الذي أحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا ثم إلاهين وحشتنا لما قلتش كلمتين حلوين فينا لأكلم حصني مبارك يأتع عنكو النيل يأتع عنكو النيل يأتع عنكو النيل حلو الجلال أضحك طبعا أمطلع بقى هو خد الميكروفون قال خطبه عصماء الخطب العرب وانتعرف ما هو العرب بقى يتجلوا خطابا دبا 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 واخبهتك واحد جوا ضلومهم جوا ضلومهم اللي إيرلندي وأصبح اتنين بيزكونا فالستة الثالثة ليس فقط أذكر اسم الدولة على الملأ خلص فرئيسة الجلسة أنا زقتها يا مجمعة لابعادي أنا أصحب التكلم فالستة الثالثة هناك حد معترض واحد حد معترض اثنين ثلاثة ثلاثة واحدة ويجب أن يكون إجماعا أختم بقصة ثانية في قصة درفور لكي لا يسمعها ألفين وستة أو ألفين واربعة لا ألفين واربعة تقريباً أو حاجة كده كوفي عنا نحب يعمل الاجتماع لمجمعيات الكبرى لكي نقشوا تدخل عسكري في درفور هذا ما حدث قبل في العراق ونقعدنا في المكتب عندنا واتفقنا على سياسة استراتيجية لا يوجد تدخل عسكري في درفور إلا أن الإجتماعي 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 إذا أفعلوا إذا أقلوا سنقوم بالإجتماعي المنظمة الإسلامية وموكات أفريقيا وإنهم الإجتماعي يمكن أما لقد أرادنا ورحنا. لما عندنا لم يكن فرصة تحاولي لأني كنت رحتي بقى سفرت بالنبع على الأغذاء الإسلامية كان الكلام ده كفكرة تعمين فعمكة عبدالنبي لما أنت فكر مكة عبدالنبي أو ذاتي في مؤسس الملك سلمان فلما روحت هناك في كل مؤسسة الأوربياء الأمريكيين قلت لدينا إجماعة وتهم لا إجماعية أنا مش موافق وانت مين؟ لما عندنا الإسلامة كلية هل يبقى عندنا غالبية في الغرب فيه اختلاف كبير جدا فبين غالبية وإجماع لو إجماع حيروحوا للمجلس الأبن يقولوا كل المؤسسات الإنسانية في العالم إذا كان هناك موافق هل يأتي إلى المؤسسات الإنسانية ويجعلهم كل المؤسسات الإنسانية يجعلهم كل المؤسسات الإنسانية كف عليك الرجل الزكي أنا الوحيد اللي بسم الله ما شاء الله شكل جميل كده وحضرت اسمي كده اسمه إيه فنن بتاع ده عشان بس التلفزيون وهذا يديه قدامه كده فعرف أن فيه ناس مسلمين المؤسسات المفروض يكون فيه رئيس الوافد اللي بتتكلم بتتكلم بالزبط كأنها كنت رئيسة رئيسة والآخر إيه يعني قال فيه حتى أنا عايز أتكلم تاهم أتكلم وكان هاي الكل ده بيلف عشان إيه أنا أتكلم ترموا للأسف أنتوا هنا بتشوفوا الفوكس نيوز والسي إن إن والآي تي بي والبي بي سي يا بتشوفوهش للجزيرة والعربية والمصرية ولا كذا ولا كذا ولا كذا إنت هتقول تدخل عسكري في دارفور هتجيلك القبائل من غرب أفريقيا في شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا وتعملك مجازر في السودان فقوة المهاجم لأنه فاهم جاي من نفس البلد لي إحنا جاي من قرل حرفين فبالتالي حاجة زي كده هو أنت لازم يكونك وجود فيها عشان تقول رأيك وتسعى أنك تمشي فيه الطريق اللي يوصلك للدخول للمنبخ المنبخ هنا بيطلع على السياسات أنت مش موجود إذا بتطلع فلذلك علينا إحنا وعند المسيح يجيب الله كيف ندخل إلى هذه المطابخ وكيف نكون من الأعضاء الجالسين لصناعة القرار في هذه المطابخ هذا التحدي كبير أنا كده اطولت عليكم شوية خلاص شكرا جزي شكرا جزي شكرا جزي من الوقت شكرا جزي شكرا جزي ومن المسيح شكرا جزي نحن نتجل من أحد أمان شكرا لكي جزيلا لكي تشكير ومعنى لقد أمي دعا في الأخير لا أمي شك شك لكي أتعى دعا شك 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 جم Candide حيا لك إن شاء الله وسهدنا جمعنا جمعما يكترون إن شاء الله إن شاء الله تفرقنا أن تفرقنا ما فرق إن شاء الله كل جمعتنا إن شاء الله يجعل هذا الإله عز وجل يعني إن هذا الدعاء لكل إلي حظو اولا syndU يعني عمل بسيط إن شاء الله قدائش أتروه عظيم يعني زمان كدك يقول دكتور بني إن شاء الله سأل الله أن يكرناه ويجمعنا إن شاء الله على الخير إن شاء الله جنات المعين عايز تقول دعاء تاني انت كمان ولا خلاص سبحانك الله بحمدك شهده على الله نسف لك وعطوه عليك والعصر إن الإنسان يتقص الذين أمنوا عامل الصلاحات فاصل الحق الصد والصد سبحان ربك رب الإرسالة عبر السلام والحمد لله رب العالمين وزاكم الله خير انت المستوى عايز تكلم ناس أنا بدي أتشكرك دكتور هاني على وقتك إفدانيا يعني أعطتنا إياها بالعكس أنا اللي جاي هنا عشانسنا نحن نتعلم منك أنت المعلم الأول يعني حقيقة شكرا جزيلا لك لوقتك بس بس الجماهير للجماهير وشكرا للمقدمة اللي أعطتنا إياها وبشكر للجميع الموجودين هون شكرا دكتور بزاكم الله خير شكرا شكرا آمين جميعا شكرا يا رب 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 شكرا